في العنوين قادة المحاور والسياسة يدعوان إلى وقف إطلاق النار وحصيلة الجولة أكثر من مئتي قتيل وجريح بلدة الحصن وآخر لحظات الهروب خالد الظاهر يلدغوا من جحر خطه مرتين وبنتويل احتياجات الخاصة إلى أمهاتهم تحية وفي النشرة الجديدة نانسي ما تيجي هنا ما تيجي هنا ونحبك عشان أعيش على حسك حبيبي بنت الدنيا ونموت لو غيري مثك مساء الخير من المقرر أن يسرية مفعول وقف إطلاق النار بدءا من الليلة تنفيذا لمطالب اجتماع اللقاء الوطني الإسلامي في منزل كبارة الذي طالب فعليات التباني ومحيطها بوقف النار على إثر جولة حملت الرقم 20 وحصدت معها أرواح 25 شخصا وقف النار سبقه خبر عن مقتل عمر الخالد أبو سفيان أحد زعماء القتال في ترابلس وقد أعلن كل من سعد المصري وزياد علوكي الموافقة على القرار لكن من يضمن استمرار الهدوء بعدما أصبح الجيش على مرمى المسلحين في المدينة تذهب حكومات وتجيء حكومات والقتال يحفر عميقا بين التبان وجبل محسن لكنه هذه المرة يأخذ شكل استدراج الجيش وإرباكه في معركة يراد منها إلهاؤه عن دخول المسلحين من قلعة الحصن السورية إلى سهل وادي خالد وإقامة ريف للمسلحين في الشمال الجيش أصبح هدفا هكذا يقولها عسكريون على الجبهة وهكذا يصورها أحد قادة المحاور في شريط فيديو يوزع على المقاتلين ويظهر آليات الجيش ومواقع تمركزها مع الدعوة إلى ضربها وتقول مصادر عسكرية للجديد إنهم يحددون لنا طريقة الرد وبأي سلاح نرد يرسمون لنا خريطتنا العسكرية ويريدون مننا أن نقبض على آل عيد وهذه صلاحية القضاء وليست صلاحيتنا لقد تكاتف علينا في حفلة جنون غير مسبوقة واللافت أن المجتمع المدني في ترابلس قد انضم إلى أصوات قادة المحاور وبعض نواب الشمال وهم وجهوا دعوة ملغمة إلى الاعتصام غدا أمام سرايا المدينة أول بنودها هيبة الدولة وعدالة ومساواة وخطة طوارئ مائية لكنها مذيلة بالدعوة إلى تغيير المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المدينة لكن هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة لم تضمن تضمن اعتصامها أي دعوة مماثلة إلى تغيير قادة المحاور في ترابلس كي تكتمل عدالة المعتاصمين سياسيا المشهد مرهون بالأمن وعوامل تطوره وانعكاسه على الاستقرار والاستحقاق الرئاسي وحتى أن انتخاب الرئيس أصبح مشروطا بقدرته على ضرب الإرهاب وهذه تبشير التدخل الأمريكي في الانتخابات الرئاسية في لبنان ففيما لم ترشح أو ترشح واشنطن اسما ولم تمارس عادة التفضيل لفت أنها تضع للرئيس رسما تشبيهيا مع دفتر شروط نموذجي ومن نقاطه بحسب رؤية السفير ديفيد هيل أن يكون رئيسا قويا يمكنه أن يبني التوافق بين اللبنانيين ويعالج مسألة تدفق اللاجئين السوريين والإرهابيين والمقاتلين الأجانب الذين يعبرون من سوريا إلى لبنان أي أن أمريكا تريد رئيسا لمد يد العون لها في مقارعة الإرهاب وهنا يسقط جعجع من اللائحة لكون ترشيحه من أساسه لم يأتي إلا لضرب الإرهاب الرئاسي القادم من صوب الرابي إذن في ليل ترابلس وبعد ارتفاع حصيلة المواجهات إلى أكثر من 25 قتيلا و175 جريحا توافق على وقف لإطلاق النار تصاعدت حدة الاشتباكات على محاور التباني جبل محسن ليلا مقيعة حصيلة فاقت 25 قتيلا وأكثر من 175 جريحا وفي ليل ترابلس اجتماع للقيادات السياسية في منزل النائب محمد كبارة دعا بعده المجتمعون لوقف إطلاق النار الأمر الذي لم يرق لقادة المحاور حيث أكد زياد علوكي أنهم غير معنيين بأي وقف لإطلاق النار ولا علاقة لهم باجتماع كبارة ولاحقا عاد علوكي وسعد المصري وتوافقا على وقف إطلاق النار مع أهالي التباني وفي الأمن أيضا سقوط أحد المقاتلين عمر الخالدي الملقب بأبي سفيان بشزرية قذيفة هون خلال المعارك الدائرة ليلا وفي بيانين منفصلين أشارت قيادة الجيش مدريات التوجيه إلى أن وحدات الجيش في مدينة طرابلوس تواصل تنفيذ إجراءاتها الأمنية لضبط الوضع وتقوم بالرد الفورية على مصادر النيران وأعمال القنص ما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح مختلفة ودهمت هذه الوحدات أماكن مطلقين نار في مناطق القبة ومشاريع الحريري وشارع الأمريكان وجبل محسن وشريعي البقار والريفة وضبطت فيها أسلحة حربية وذخائر وأعتداء عسكرية متنوعة وفي بيان سابق أشارت إلى أن عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق في محلة المحصاص انفجرت في أثناء مرور دورية من دون التسبب بإصابة أحد من عناصرها فيما تضرر عدد من السيارات وتولت الشرطة العسكرية التحقيق بإشراف القضاء المختص الاستهدافات هذه وضعتها مصادر أمنية في إطار محاولة المسلحين فرض أمر واقع جديد على سياسي المنطقة والقوى الأمنية في آن واحد وذلك لاعتبارات عدة منها تخوفهم من أن يذهبوا كبش فداء ضمن أي تسوية سياسية مقبلة ويريدون القول أنهم الرقم الصعب في المدينة إضافة إلى تثبيت أنفسهم في مواقعهم بعدما ضاق هامش المناورة مع أقفال الحدود السورية عليهم وأشارت المصادر للجديد إلى أن هناك جهات سياسية تحاول بدورها فرض نفسها على أنها تملك الشارع وقالت أن هناك زيواجية خطاب عند معظم السياسيين الذين يطالبون بالعلن بفرض الأمن ومن تحت الطاولة يتذمرون من رد الجيش على المسلحين وقد وزع شريط يظهر شقيق أحد قادة المحاور يحرد على الجيش ويكشف مواقع انتشاره واللافت أيضا أن هذه الجولة دخلت يومها التاسع حاصلة مزيدا من القتل والجرح والأضرار المادية وقد اعتبرت الأطول بالوقت مقارنة بالجولات السابقة وحصلت قناة الجديدة على شريط فيديو يظهر مواطنين يحاولون نقل المواطن ميم حاء الذي قتل برصاص القنص قرب فرن الحموي في باب التبينه كما أدت الاشتباكات إلى احتراق أحد المنازل وفي جبل محسن سجل سقوط عدد من قذائف الهون من عيار 82 مليمترا بعضها لم ينفجر عمل الجيش على رفعها وأصيب عدد من المنازل ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال أحدهم في حال الخطر وأصيب كذلك شخص من آل محمد برأسه وهو يحمل الجنسية الأسترالية وتوفي هاشم عبد الحميد متأثرا بجراحه اتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما برئيس مجلس الوزراء تمام سلام مهنئا على ما تحقق من نجاح في تأليف الحكومة الائتلافية ومتمنيا له التوفيق في مهامه وأكد أوباما للسلام أهمية إجراء استحقاق الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية ومن دون أي تدخل خارجي مشددا على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز سياسة النائب النفس بدوره أبدى سلام تقديره للدعم الذي أعرب عنه الرئيس الأمريكي مؤكدا الثوابت اللبنانية في الحفاظ على مسيرته الديمقراطية ماذا وراء رسائل الود بين القوات اللبنانية وحزب الله؟ تقرير جادغسن صاعدت النائبة ستريدة جعج عن منبر مجلس النواب والجميع كان ينتظر تمايزا عن كلمات الرابع عشر من آذار والقوات اللبنانية خارج الحكومة غير أن القليلين توقعوا مغازلة عقيلة رئيس القوات لحزب الله سأبدأ بالقول إنه بقدر ما توجد نقاط اختلافا بيننا كالقوات المنية وبين الشركائنا في حزب الله بقدر ما توجد نقاط تشارك ومع الحديث عن أن الكلمة جاءت في أجواء تقارب بين القوات والحزب يسارع النائب أنطوان زهرة إلى وضع الأمور في نصابها اللهجة هادئة نعم المقارنة فيما كان بموضوع الوفاء للنضال والشهداء عند حزب الله وعند القوات اللبنانية والتضحيات المستعديني أدموها ولكن رسالة واضحة طلبت من حزب الله بخلاصة كلمتها أن يراجع سياسات ويأخذ القرار الشجاع بتسليم السلاح إلى الدولة هذا هو لب الرسالة نحن ما نريده نعلنه علنا عبر المؤسسات عبر طاولة الحوار مجلس نيابي مست وزراء وخطابنا السياسي تحكي أن علاقتكم مع حزب الله كلها فوق الطاولة وكلها واضحة كأنه فيه كونتراست عم من عمل مع اجتماع الرئيس عبد الحليب عماد عون عتبنا الوحيد صرت عيدة مئة مرة وقال الدكتور جعال عتبنا الوحيد أنه ما عنا مانع بحدوث اللقاء والاجتماع ونحن مستعدين نشتمع من مكان وهو كمان والعماد عون عتبنا الوحيد أنه بين الحلفة من نسمع الخبر من الطرف الآخر بعد شهر عبر وسائل الأعلام هذا كل العتب وكانت معلومات قد تحدثت عن تزايد الفتور بين جعجع والرئيس سعد الحريري بعد الإعلان عن اللقاء السري بين الأخير والعماد ميشيل عون وقرار المستقبل دخول الحكومة بمعزل عن القوات لتتفاقم الأمور عشية عقد احتفال ذكرى الرابع عشر من أذار في لبيال حيث رفض جعجع إطلاع الحريري وأمين سر الأمان العام للرابع عشر من أذار فيرس سعيد على ما سيتطرق له في كلمته في الاحتفال والتي أعلن من خلالها جعجع ترشحه لرئاسة الجمهورية من دون علم أحد ما زاد من النفور بين الطرفين زهراء يسمع هذه الرواية قبل أن يهز برأسه مستغربا تفاصيلها لينفيها جملة وتفصيلا أطلع الآخر على الكلمة ولا مرة حصلت من أيام احتفالات ساحة الشهداء من 14 أذار وما قبل 14 أذار تمهيد 14 أذار 2005 ولا مرة اشترتوا الحلفاء على بعضهم يطلعوا على مضمون الخطابات وأنا أعرف عما أتكلم أنا عايش هذه الأجواء بشكل كامل وكنت بلجنة المتابعة والتنسيق والتحضيرات أنا أساساً من رئيس الحقيقي مسأل ولا مرة سألنا شو بدنا نحكي لخطاباتنا وبالتالي طرح الموضوع في غير مكانه إطلاقاً على الإطلاق في المقابل تشير أوصات مقربة إلى كتلة الوفاء للمقاومة إلى أن الحزب كان مستعداً لمبادلة كلمة جعجع الانفتاحية بتحية في كلمة الكتلة غير أن كلمات النواب القواتيين الآخرين التي جاءت عليها النبرة غيرت التوجه خصوصاً أن لا موقف محدداً للحزب من إشارات القوات حتى الساعة جاد غصن قناة الجديد يد خالد الظاهر تزل مرتين تقرير جاد غصن من فك النائب خالد الظاهر منذ انتخابه نائباً على الأقل يثير الجدل مع كل خطوة سياسية يخطوها تارة يتهجم على الجيش وطوراً يرفع الصقف إلى أقصى حد وأحياناً يتحدث عن نبوآت أحاطت بولادته عندما كانت والدتي حامل بي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إلى والدي وبشره بي غير أن كلمة الظاهر الآخرة في المجلس النيابي لم تأتي بأي جديد غير منتظر أو على الأقل هكذا ظننا نناشد كبير العرب الملك عبد الله وما قدمته المملكة شيء الكثير الذي تشكر عليه وخاصة الهبة والمكرمة للجيش اللبناني 3 مليار دولار نشكرهم على هذا العطاء ونريد ونتمنى ونطلب مزيداً من الخدمة لشعب لبنان الذي وقفت معه المملكة العربية السعودية على طول الخط استدعاء مكارم أهل الخليج والسعودية تحديداً ليس بجديد في لبنان غير أن رسالة مكتوبة بخط اليد وموقعة من خالد الظاهر نفسه وإن ربما ليست بأمر جديد في لبنان ولكن قل ما تخرج إلى العلن فالإشكال ليس في خط اليد ولكن فيما أفاضت به هذه اليد فبحسب الرسالة يطلب الظاهر من القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان عبدالله الزهراني أخذ العلم برقم حسابه المصرفي في بنك البركة فرعي طرابلس مع الامتنان والشكر الجزيل طبعاً الرسالة مؤرخة في الثالث من كانون الثاني الماضي ومهورة وموقعة من النائب الظاهر نفسه هذه ليست المرة الأولى التي تشتح يد الظاهر فيها فمنذ أقل من عام كنا قد كشفنا عن رسالة مكتوبة بخط يد الظاهر أيضاً موجهة للرئيس السوري بشار الأسد ومرسلة عام 2000 أكتب إليكم هذه الرسالة راجن الله تعالى أن يرحم فقيد الأمة الرئيس المناضل حافظ الأسد وأسأله تعالى أن يحفظكم ويحفظ سوريا العروبة قلب الأمة وعرينها أنتم يا سيادة الرئيس من عرف بأنه رجل العلم والثقافة والنظر البعيد وأنا على ثقة بأنكم يا سيادة الرئيس لا ترضون بهذا التصرف لأنكم اليوم بمثابة الأب الحنون للجميع والأخ الكبير لكل الوطنيين والإسلاميين في لبنان يوم ذاك بعثنا بالرسالة إلى خبراء خط أكدوا من خلال مقارنة الخط أن يد الظاهر هي من كتبت الرسالة ذلك قبل مواجهة الظاهر بمحتواها واعترافه بإرسالها واضعا إياها في إطار نضاله المستمر في وجه السوريين أنا لم تكن علاقتي بالنظام جيد لأنا محبوس عند النظام ست مرات ومخلوع كتفي عند النظام وأشقائي حبسوا أخي عمره كان 13 سنة ونصف أما إذا قررنا توقيع الظاهر الأخير بتوقيعه السابق لتأكيد أن يد متح النظام هي نفسها اليد التي تعلم المملكة العربية السعودية برقم حسابها فإليكم النتيجة اتصلنا بالنائب الظاهر لسؤاله عن الموضوع غير أن صدره لم يكن رحبا أهلا مرحبا أهلا نعطيك العافية سيد خالد أيها أهلا بك معك جد غصة من التلفزيون الجديد ماريا سيد جد أستاذ خالد أنا رسالة قد لا تثبت كثيرا هذه المرة فالله أعلم بدوافعها ومطاليبها غير أن العبرة يجب أن تكون عند النائب الظاهر حتى لا نقول أن هذا المؤمن لدغ من الجحر مرتين في المرة المقبلة لن أكتب رسائلي بخط يدي جد غصن قناة الجديد آخر لحظات سقوط الحصن في ريف حمص الغربي ولماذا هذا الانهيار السريع للمسلحين تقرير لمفادنا إلى سوريا رمز القاضي لا تقل معركة ريف حمص الغربي أهمية عن معركة يبرود بالنسبة إلى الجيش السوري هناك بات قاب قوسين من تأمين الحدود عند سلسلة الجبال الشرقية لم يعد أمامه سوى الوصول إلى رنكوس آخر المعاقل الجدية للمعارضة المسلحة أما الحديث عن فليطة ورأس المعرة فيشرح أحد ضباط النخبة في الجيش السوري أنها لن تأخذ وقتا طويلا حتى تسقط لأن المسلحين إذا ما قرروا الاستشراس في القتال على عكس ما حصل في مدينة يبرود فمن المفترض أن يتراجعوا إلى رنكوس أما في ريف حمص الغربي فالمعركة انتهت نظامية بعودة الحصن ومحيطها إلى حضن الدولة يضيف ضابط آخر ما غير قواعد اللعبة العسكرية لمصلحة الجيش السوري هو اعتماد تكتيكات جديدة فهذه الصور التي تعرض للمرة الأولى تظهر أن الجيش يعتمد على تغطية نارية مكثفة من خلال السيطرة على التلال كما حدث في يبرود من خلال تلة مارمرون وبالتالي تصبح المعركة معركة أهداف دقيقة عبر الاتكال على هذه العناصر من النخبة لتنفيذ الاقتحام والتسلل إلى الداخل وهذه مشاهد معركة حية خاصة بقناة الجديد من رأس العين عينة مما جرى في اشتباكات مدينة يبرود ولأن الحرب خدعة فقد نجح الجيش في استدراج المسلحيين إلى السحل مثلا احدى القرى المجاورة لمدينة يبرود والتف عليهم من تلال الكويت والقطر ما سهل سقوط المدينة في 36 ساعة أما عند حدود لبنان الشمالية الشرقية وتحديدا عند الحصن فأكثر من عامل تغير في المعركة الأبرز هو العامل الجغرافي فطبيعة الأرض هنا تشبه طبيعة لبنان الجبلية ووجود تلال وأودية وأشجار درعا طبيعيا للمسلحين فناورت قوات الجيش بطريقة مختلفة واعتمدت مثلا على هذه الصواريخ الموجهة التي تعرض أيضا للمرة الأولى ولكن النقطة المشتركة ما بين المعركتين هو الاتكال على هؤلاء الرجال المدربين على خوض حرب عصبات ومجموعات صغيرة تغطي بالنيران البعيدة المدى وصول نظيراتها من مجموعة أخرى إلى الهدف التي كانت المقدمة إلى السيطرة على الحصن أضف إليها معركة الزارة التي استنزفت المسلحين بالقتال شهرا متواصلا التحصينات التي كان يقيمها المسلحون كان يتعامل معها عناصر الجيش السوري بالالتفاف حينا والاستفادة من سلاح الطيران أو الدبابات لضرب أهداف دقيقة وخلاصة هذا الكلام جغرافيا وعسكريا الجيش السوري أمن حدوده مع لبنان في ودي خالد وتلكلخ ولم يبقى أمامه سوى رنكوس والزبدان رامز القاضي قناة الجديد هربوا من القلمون إلى عرسال فلم يجدوا أمامهم سوى العراء في انتظار المساعدة هذه المرأة نموذج لأم أضاعت أولادها فاطمة مرأة خسرت زوجها في الحرب الدائرة في سوريا هربت من يبرود إلى عرسال فتاها أطفالها على طريق الموت لا يمر عيد الأم عليها فمن يفترض أن يحتفل بفاطمة فقد وجل ما تريده هذه الأم اليوم أطفالها ووطنها هي واحدة من كثيرات وكثيرين هربوا من قرى القلمون إلى عرسال فلم يجدوا سقفا يحميهم افترشوا الأرض والتحفوا السماء في انتظار من ينظر في حالهم ويقدم إليهم المساعدة عاجين شوفت ندركون لا أكل ولا عشر ولا شحار أسوي يعني أنا ما عندي حدي يجيب لي ما جيت خبل أولادي كله نصغر وبنات برأبتي وأبني وجوز لي راحوا يتنقلون بين الخيام القليلة التي حظوا بها أطفالهم يلعبون في العراء حياتهم كلها أصبحت تتمحور حول هدف واحد هو العودة إلى منزلهم وأرضهم ولا عيشوا في أمان وسلام الجيش السوري وصلوا عملياته في القلمون وأنباء عن اشتباكات عنيفة في ريف اللابقية على الحدود التركية الحصب الميداني للجيش السوري في القلمون تحاول المعارضة الرد عليه في جبهات أخرى لا سيما في المناطق الشمالية وفي هذا الإطار ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور على أطراف مدينة كسب الحدودية في ريف اللاثيقية ذات الأكثرية الأرمانية وقد قصفت هذه البلدة وقرية كرسانة ذات الأغلبية العلوية المجاورة لها بقذائف الهون والصواريخ وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إطلاق جبهة النصرة وحركة شام الإسلام وكتائب أنصار الشام معركة الأنفال في محافظة الساحلية ونقلت وكالة الأنباء السورية سانة عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش تتصدى لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية من الأراضي التركية والاعتداء على بعض المعابر الحدودية في ريف اللاثيقية الشمالي وتحدثت الوكالة عن مقتل 17 مقاتلا من هذه المجموعات بينهم أمير جبهة النصرة في ريف الشمالي في اللاثيقية مما أدى إلى سقوط أحد القزائف بالقرب من نقطة عسكرية أدى لإصابة أربع عناصر بجروح طفيفة واستشهاد سلاس مدنيين وجرح عدد آخر هذا وقد عرض التلفزيون السوري مشاهدة لقتل اللبنانيين مع هوياتهم أثناء دخول الجيش السوري إلى ريف حمص وفي جبهة القلمون يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية وملحقة فلول المسلحين الذين انسحوا من يبرود ومحيطها ويكشف تباعا مصانع السيارات المفخخة التي يحمل العديد منها أرقاما لبنانية لا سيما في بلدة رأس العين نحن مستمرين بعد رأس العين باتجاه رأس المعرة ومن الجانب اللي كنا فيه من جانب الغرب وباتجاه فليطة وهم باتجاه بلدة جبعدين ورنكوس الطريق اللي إلنا يعني بيؤدي لها جبعدين ورنكوس والصرخة وكان لافتا عودة المدنيين بكثرة إلى القرى التي دخلها الجيش الحمد لله من الحمد الله من شكره اليوم من الحمد لله بأمين لا سمعنا رصوص لا سمعنا حالة هددنا روح الله يحميكم يا رب خلي كل أميتكم بجاعدة الأم قالوا لي الجيش سوري صار عندكم قلت لهم خي أنا اليوم مرتاح ونمت ورسحت لأنه وقتها ما غير حالي بالبيت العالم الولاد كلها هربت ونسوانها هربت والله لحالي وقتها لم ترتاح على خط الجبهة الكردية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش هجر نحو ستمائة كردي في محافظة الرقة الشمالي سوريا مشيرا إلى أن مسنين وأطفالا رحلوا عشية احتفالات المواطنين الأكراد بعيد النروز وصادرت أملاكهم الهيئة الشرعية التابعة للدولة الإسلامية بذريعة تأييدهم لوحدات حماية الشعب الكردي في عيد الأمهات مريم تحتفل مع ابنها من دون والد فلا هي أرملة ولا هي مطلقة بل أم عزباء تحقيق راشال كرام دقات قلبه كأي دقات قلب وحنانها هي كحنان أي أم فما يربطها بابنها أعمق وأقوى من أي محرمات في المجتمع مريم وهو اسم مستعار أم عزباء لولد عمره ثلاث سنوات وبعد هذه السنوات والأشهر التسعة التي حملت بها ابنها اللقيت بحسب القانون تتحدث مريم كنت حب حدها سخص حب كتير يعني وكان يفوت لعنها على البيت يعني مش عبر طريق مش عملت سلة كنا وصار علاقة وتبين أنه أنا حامل الفرق بينه وبينه أنه أنا تحملت المسؤولية بينما هو ما قبل أبداً يتحملها بالأحرى رفضها كلياً بصراحة ما بعتبر حالي خفت لأ يعني كنت بتمنى أنه ما أكون بهذا الوضع بس أنا صرت فيه وقررت أني فوت فيها وتحمل المسؤولية مضبوط ما فكرت أنه أنا هيدا شو بدي يعمل فيه بالمستقبل أنه أنت حتصير أم منك مجوزة منك مجوزة صح؟ يعني برفض أن أجهود أنه يقتلوا بالأحرى وأهلي كمانا أنه أكيد بيرفضوا أنه يقتلوا على أنه يعني نتحدى كل شيء مع أنه أكيد كان صعب على أهلي تسى حالك أم عم تلعب دورة بشكل كامل بيظل نقصان للوالد؟ مئة بالمئة، حتى أهلي يساعدوني مع أنه أنا بشتغل شغلتين بشتغل يعني تقريبا 12 ساعة بالنهار كلمة أنت أقدر أمله يعني اللي لازم أعطيته يعني تبا أكون من نقصة عليه شيء يعني أم بلعب أعم جارب أني ألعب دور باي و أم مع بعضهم وما تقدرت تساشر ابنيك؟ نعم كيف؟ فترة سنتين منوص كان خلقان ابني وما كان بعد عنده لا هوية ولا يعني ما عنده هوية ده أقدر أعمله كارت أشيرانس أصلا تعمله أشيرانس يعني كنت كلمة إذا قرر كنت أعطل همة كتير كنت منام كرميل أنه خاف أنه إضطار أني أعوز مستشفى انتعت المستشفيات ضليتنا سنتين ونصد رجعت أخدت له يعني قدمت أخدت الحكم من بعد ما عملنا DNA وصبت البنوة أنا جاب أرضي سرجل بإسمه أنه حق ابني إما يخد اسم داي كيف حتخبري لأبنك أنه أنت ابني بس أنا حدا عازب؟ أنه رح يمكن بس بس أنه بس يجي أكبر تا يصير بعمر أنه أنه نفتح معه هيدا الموضوع يعني أول شي ما رحكون لنا رحكون بمساعدة الطبيب نفسي أكيد بتخافي من هل من رد تفعله؟ لا إن شاء الله أنه ما بيكون في شي سلبة أفضل لا بدعيش بالزر يعني المجتمع ما بيعني الموضوع اللي مش قادر يتقبل الموضوع ما عندي مشكزة باعد عنه صراحة أنا أم عزبئة وبفتخل رشال كرام قناة الجديد أهلا بكم الجديد بوتين وقع قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفا ستوبول إلى روسيا الاتحاد الأوروبي يهدد وموسكو تعيدوا بالرد بالمثل وهكذا عاد القرم إلى روسيا بعدما استكملت عملية ضم شبه الجزيرة إليها ففي تحدي واضح لزعماء الغرب وبينهم الولايات المتحدة الأمريكية الذين يقولون إن شبه جزيرة القرم لا يزال جزءا من أوكرانيا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفا ستوبول إلى روسيا وعلى تشريع بإقامة منطقتين إداريتين روسيتين واحدة للقرم والأخرى لسيفا ستوبول وأمام هذه الخطوة رأى الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون أن الأزمة الأوكرانية لا يمكن تسويتها إلا من خلال حل ديبلوماسي يحترم سلامة أراضيها وأوضح بعيد محادثات أجراها مع رئيس الانتقالي أليكسندر تورتشينوف أن الحل السلمي يجب أن يبنى على أساس ميثاق الأمم المتحدة الغرب من جهته وصل ضغوطه على موسكو إذ أعلن الاتحاد الأوروبي فضع عقوبات جديدة على 12 شخصية روسية وأوكرانية وتشمل هذه العقوبات نائب رئيس الحكومة الروسي ديمتري روغوزين واثنين من مساعدي بوتين في حين أعلنت باريس أنها علقت معظم النشاطات التعاون العسكري مع روسيا وخصوصا تبادل الزيارات والتمارين المشتركة المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد من جهته أن بلاده سترد على أي من العقوبات المفروضة عليها بالمثل أغلق موقع تويتر في تركيا بحكم قضائي بعد شكاوة قدمها مواطنون بأن منتدى التواصل الاجتماعي ينتهك الخصوصية كما أعلن جهاز تنظيم الاتصالات التركي يأتي ذلك بعدما تعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردغان بمحو تويتر وذلك في عقاب ورود اتهامات بالفساد لأفراد بالدائرة المقربة منه وفي وقت سابق قال أردغان لا أهتم على الإطلاق بما يقوله المجتمع الدولي سيرى الجميع قوة الجمهورية التركية وذلك بعدما نشر بعض مستخدمي تويتر وثائق يقال إنها تظهر دليلا على فساد متصل برئيس الوزراء وأعلن مكتب أردغان أن تويتر لم يستجب لحكم قضائي في تركيا بحذف بعض الوصلات وهو من طر أنقرة إلى التحرك وقال جهاز تنظيم الاتصالات في بيان نظرا إلى عدم وجود خيار آخر أغلق الدخول إلى الموقع تماشيا مع قرارات المحكمة بتجنب أي إيذاء محتمل للمواطنين في المستقبل وقد لقت هذه الخطوة انتقادات واسعة في أوساط الشعب التركي الذي طالب مرارا بمنحه الحرية على غرار سوريا ومصر وغيرها من الدول في عيد الأم الانقسام الداخلي الفلسطيني يحرم فداء حضانة أبنائها تقرير للزميل نزار حبش في الوقت الذي يحتفل العالم العربي بعيد الأم تحلم أم فلسطينية بسماع كلمة أمي فمنذ تسع سنوات وفداء دبلان محرومة من رؤية طفليها كل ما تملك من أطلالهما شارط فيديو في حضانة للأطفال بقرية دور القرع قضاء رامالله تحاول فداء تستعيد شيئا مما فاتها بعد خلافات زوجية أدت إلى تفكك الأسرة فبقي الأطفال مع والدهم في قطاع غزة أما فداء فعادت عنوة إلى بيت أهلها في الضفة كلمة ماما بصراحة يعني كتير مؤثرة لما بسمع طفل بنادي على أمه لأنه أنا أم لطفلين ومش قادر أسمع ابني بقول لي ماما ومش قادر أعطي مشاعر الأموم لأبني في نفس الوقت أنا فأت أمي بهذا الشهر الذي يرحمها فأدي أمي وفأدي أمومتي في نفس الوقت وحصلت فداء على قرار قضائيا في قطاع غزة وآخر في الضفة الغربية بأحقيتها في حضانة طفليها لكن الانقسام السياسي ومفرزاته من حكومتين مختلفتين أحال دون تنفيذ أنا أولادي بصراحة ضيعين بين الحكومتين في الانقسام الحكومة اللي بيرام الله بتقول لي قضيتك تنفيذها في حكومة غزة وحكومة غزة بقولولي أنت من الضفة وتابع منطقتك اللي هي قلقي اللي مكان ما أنا ساكني تابع لفتح فاروق وهارون فصلا عن والدتهم بينما لم يتجاوزها ثالثة من عمرهما لتفجع الوالدة حديثا بخبر يفيدها بتغيير أسمائهما لدى فداء ما يكفي لتحويل عيد الأم إلى ذكرى سنوية تقلب عليها المواجع بعد صرقة أمومتها فهل يتغدغ ذلك مشاعر المجتمع والقادة السياسيين يبدو أن فداء في واد والقادة في واد آخر من بلدة دور القرع قضى رام الله نيزر حبش قناة الجديد امرأة حامل تكتشف أن جنينها سيولد طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من أمثاله المصابين صورت فيديو خاصا بهم وقدمته إلى الأم ليساعدها في تربية ابنها لا تشعر بكذا وقدمت لديك أيها الاحتياجات بإمكان عشاء المواجدين لا تشعر بكذا فقدًا لتوأسها سواهي ذاتا لعبة فقدًا لحظه كلم تحضير أيها العجور وأتعائل فقدًا were أرنى فقدًا لتوآل هل قدًا فقدًا فقدًا يمكنك الهربر و يجعر معها سواله يمكنك الهاتف اطبيع لدنه ويجب أن يكون أن يعيش في مكان ويجب أن يكون لديه فعلاً يمكنك الهواء كما تستطيع أن تكون مستطعاً وهي ليس أمي كذلك ليست بشكل محيم اشتركوا في القناة الآن إلى النشاة الفنية والزميل شادي خليفي ناسا الخير بيستمر الفنان الشاب نصيف زيتون بمواصلة مسيرته الفنية بنجاح بعد الضجة اللي عملتها أغنية لرميك ببلاش جاءت أصدق أغنية وكليب صوت ربابة إيجابية باللقاء مع نصيف زيتون شو بيقول عن جديده وإذا طرقنا معه باب السياسة شو بيقول ولا غاب عن برنامج أصالة نصري اللي استضافت جميع الفنانين تقريبا إلا هو وكيف بيعيد الأمهات بيعيدهم اليوم صوت ربابة إيبكيني أنا كياب الرابابة وعنيني يذكر بعنيني يوم الفارق تحبابا عيني يوم الفارق تحبابا غنية صوت ربابة كتر غنية مفضلة بين أغاني للمهم بس عادنا وحكينا أنا والأستاذ وليد إنه إذا بدي صور الغنية متل ما هي متل كلامه نعم بتخيل كنا بننفوت بشي صعب وطريق طويل يعني كتير فيها كلام وكتير فيها جو الغنية يعني اللي زمنا نمثلها متل ما هي كان شوي صعب وشوي بياخدنا على محل منحنا من هي فعملنا الغنية أحاسيس ومشاعر شو أنا كنت حس أنا عبغنية وصورنا هيك لقطات مهضومة وتركنا الخيال للمشاهد بهذا الألبوم أحلى شي صار معي بس سنة ونص الماضية تعبت عليه كتير لطلع وعما يحصل في وطنه سوريا والدول العربية يرفض نصيف زيتون التحدث سياسيا معتبرا أن المواقف الإنسانية هي الأهم أنا بدي أحكي على المستوى الصراحة الإنساني أنا رحم اللهم رأي أن عرفها حدها فوقف عندها أنا إذا بدي أحكي بالسياسة مش خرج كتير صراحة بس كوضع إنساني كشب أنا من هالوطن العربي أو من سوريا لدينا طاقات لدينا أفكار لدينا عزيمة شوية عم يأخرنا الوضع السياسي والأمني ومحزن الكمية الدم اللي عب تنزل بالأرض محزن كمية الأشخاص صار الشخص حق أرخيص الإنسان صار شو بدي أقول لك مؤسف ومزعل عب يمضى الوقت علينا بسرعة بس دايما نقول إنه لا يأسى مع الحياة أنا مو ضد إنه الفناني يكون عند موقف سياسي بس أنا بما أني أنا فنان خليني أتكلم فن السياسي إلى أهلا وإلى ناسا ليش ما مبحث ولا مرة حدا سألني شو رأيك بالاختراع الطبي الجديد لأنه أنا مش دكتور خلاص بحكي فن بتكلم فن بس أكيد أنا مواطن برجع أقول أنا مواطن سوري ومواطن عربي عندي رأي بكل الشي اللي عم يصير بس شو بتكون فيه خلاص رأيي لألي بس الله يهدي البال يقول الله يهدي البال والله يجبر خاطر العالم كله ويجبر خاطرنا كلنا بالشي اللي عم يصير السيء وعن سبب عدم حلوله ضيفا على برنامج أصالة نصري التي استقبلت معظم الفنانين العرب وإن كانت السياسة وراء ذلك أجابه نصيف إذا عم نحكي فن نحنا فنيا لنحكي بستة أصالة نصري مطربة لا غبار عليها أنا بتشرف أطلع معها فنيا بس ما سأبت الظروف بتشرف أطلع معها بتشرف أطلع مع كل فنان إذا نحنا عم نقدم فن أنا أولا وأخيرا أنا فنان وعم نحكي فن فقط إذا أنا بدي أتكلم فن واشتغل فن أكيد لازم يكون منفتح على كل أنواع الفنون وعلى كل أنواع البرامج اللي عم تجي فنيا فأنا بلتقي فنيا مع أي شخص بس ما زبطت يمكن ما بعرف ما صارت أنا أول شي بقول لأمي قبل كل أمها يطول عمرك يا ست الكل يا أماما ويخليكي فوق رأسنا ويطول عمر كل أم ويخليها فوق رأس كل حدا من أولادها ويجبر خاطر كل أم بهالأوات الصعبة اللي عم مر فيها شكلك مثلي يا بربا بسمانك فاركت أحباب أكتر مني كتعزاب هك عم تحكي الرابا عني هك عم تحكي الرابا وبالبانوراما الفنية نانسي عجرم أفرجت عن الكليب الجديد فبدت فيه مثيرة إلى أقصى الدرجات وحصدت أعجاب محبينا وليد توفيق عياد الأمهات بأغنية خاصة وبمصر شبكة دعارة باسم المخرج خالد يوسف تهدف للإقاع بالفتيات بحجة رغبتهم بالتمثيل وأدخالهم بنفع الضعارة تزامنا مع صدور ألبومها الجديد أطلقت نانسي عجرم الفيديو كليب المنتظر لأغنياتها ماتيجي هنا والذي أثار دجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أطلت نانسي بصورة المرأة المثيرة والتي تضج أنوثة وكانت قد صرحت نانسي في مقابلة خاصة لنشرتنا أنها قصرت العودة في جديدها إلى أيام أخصمك كليب في كامباك راح تذكرينها بي أخصمك الكليب لأغنية شعبية وأنا شعبية بالكليب والكليب هو شعبي كتير حلو فكرة كتير حلوة من إخراج جوب وعيد صراحة جوب كان يعني كان هيك يعني مبدع في هالكليب وأنا عطيته اللي بدهي راح تشوفوا فيلم سينمائي صغير بيحكي عن هيك إمرأة قوية بتاخد حقها بإيدها وفيه هدامي بالوقت زيته إن شاء الله بيحكوا الناس لمناسبة عيد الأم سجل النجم العربي ولي التوفيق أغنية خاصة بعنوان رضاك علي يا أمي سجلها في ستوديو المايسترو أحسان المنظر كأهداء إلى جميع الأمهات مهما دور ومهما شوق بتضلين أحلام دوح بابي صار نور بتضلين أهلام أنت الحب اللي ما بيتغاية وكلمة كبرت يا ميم تبقى لبي بيكبر والقنز اللي ما بيتغدى رضاك علي يا أمي يتم استياد فتيات مصريات راغبات في التمثيل بهدف إدخالهن في نفق الدعارة من خلال صفحة أنشئت على موقع الفيسبوك تحت اسم المخرج المصري الشهير خالد يوسف ضمن إطار شبكة تشجعهن على ممارسة الجنس مع السائحين العرب مقابل اشتراكهن في أحد أفلام باسم يوسف ونظرا إلى خطورة الموضوع تقدم خالد يوسف ببلاغ فألقي القبض على وكيل فنانين انتحل صفة المخرج المثير للجدل وقد سجن أربعة أيام على ذمة التحقيق قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وبختم نشرتنا الفنية معيدة لجميع الأمهات وأبدي خص بالذكر ولدتي أنا برجع بالتأك فيه كون مسأل أحد بنشر فنية جديدة مع موضيع جديدة من هلأ الوقت ضلوا بألف خير كان في النشرة قادة المحاور والسياسة يدعواني إلى وقف إطلاق النار وحصيلة الجولة أكثر من مئتي قتيل وجريح بلدة الحصن وآخر لحظات الهروب خالد الظاهر يلدغ من جحر خطه مرتين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أمهاتهم تحية وكانت النشرة جديد نانسي ما تيجي هنا ما تيجي هنا وانا حبك عشان أعيش على حسك حبيبي دنت الدنيا وانا موت لو غيري مستك دمتم بألف خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة